اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان مبارح مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون حقوق المسنين علشان يتم تنظيم كل الحقوق الخاصة بهذه الفئة الاولى برعاية واللي حتى التزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير كل متطلباتها على الوجه الامتل عشان كده النهاردة في صباح الخير يا مصر حنقرأ مع حضرتكم هذا المشروع بكل تفاصيله مع نائب أحمد فتحي وكيل لجنة التدون الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صباح الخير عليك صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك أحمد أهلا بك أهلا بك عايز عرف من حضرتك إزاي استعديته لتقديم القانون ده أهم متطلبات المسنين هل اتكلمتوا مع الناس هل سماعتوا من الناس محتاجة إيه الرعاية داخل الدور ويمكن كتير مننا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف بعنينا أنه بيكون فيه نوع من أنواع الإهمال للمسنين ومش وغدين حقهم في مسألة الرعاية في ضمان معاشات تكفل لهم حياة كريمة إزاي استعديته لتقديم مثل هذا القانون إحنا يعني معتمدين دايما على الدستور المصري زي مع إدى حق للمرأة المصرية من خلال المادة 11 وشوفنا تمكين حقيقي للمرأة في مختلف الأسواء كمجلس النواب في المناصب التنفيذية في الدولة شوفنا كمان المادة 80 وتتكلم عن حقوق الطفل كلمنا عن مادة 81 في زاوي الأعاقة واشتغلنا على قانون مهم جداً اللي هو قانون عشرة لسنة 2019 وشوفنا قد إن القانون ده فاد فئة كبيرة جداً من زاوي الأعاقة وما زالت لسه هناك مشاكل بس من حل في مشاكل زاوي الأعاقة شوفنا تمكين الشباب من خلال مادة 82 والدولة مكينة الشباب سواء برضو في المناصب التنفيذية في الدولة أو في المناصب التشريعية في مادة مهمة اللي هي مادة 83 وبرضو الكيادة السياسية مهتمية جداً والحكومة أن يبقى فيه حاجة اسمها حقوق المسلمين بمعنى إيه؟ إحنا لما بدنا نشوف في دور الأعاقاد الأول تقدم النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمشروع قانون اسمه قانون حقوق المسلمين وبدنا ندرسه في دور الأعاقاد الأول بكامل والحكومة تقدمت بمشروع القانون فحق للمجلس النواب اللي هي تلتزم بمشروع الحكومة وشفنا برضو مزايا ضافوها وهنتكلم فيها بالتفاصيل وأكتر ميزة اللي هو صندوق حقوق المسلمين وابتدينا نشوف أن بعد الدراسة اللي عملناها راح لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ عمل إضافات كتيرة جداً في القانون فالليه احنا بنحكي ده أن كل إضافة فيها ميزة وكل ميزة هتفيد كل حد من السادة كبار السن واللي أكتر من ده كمان بحكي لخضراتكم أننا عملنا جلسات حوار مجتمعي جينا كتنسيقية شباب الأعزاب والسياسين وزميلي كوكيل لجنة التضامن وحق الإنسان في مجلس الشيوخ النقاب محمد فريد وبعض من السادة النواب عادنا نشوف ما وصل إليه مجلس الشيوخ من بعض المزايا في القانون واللي تم موافقته في الجلسة العامة في مجلس الشيوخ حضرتك بتقصد أن انتوا بتناقشوا بنود القانون مع الناس بتسألهم طبعا هذه هي جلسات الحوار المجتمعي رتنسيقية شباب الأعزاب والسياسين عملتها كل الفترة اللي فات بقى فيه قانون نزلنا رحنا للأندية رحنا للأهاوي الشعبية عشان نبتدي نسأل الناس هل فعلا القانون ده هيفيد حضرتك ولا طب انت عايز ايه زيادة عن القانون أكتر حاجة الناس كانت بتسأل عليها وأي مشاهد دلوقتي هيقول لنا فعلا احنا ده اللي محتاجينه فكرة ان الاهتمام بالصحة العامة ان انا لما اوفر صحة جيدة للسادة الكبار السن من خلال تأمين صحي شامل هو دي المطلب الرئيسي للسادة الكبار المسنين كان اكتر الحاجات ودي احنا شغلين عليها في القانون ممكن ده فلسفة القانون يعني فكرة ضمان مجموعة من الحقوق اولها الحقوق الصحية الاختماعية الترفيهية التقافية هل نعرف اهم ما يميز هذا القانون احنا لما كنا اول حاجة كلمنا قلنا لازم يبقى فيه اعفاءات من الجزئي من المواصلات وكلمنا عن حاجة مهمة جدا الاندية ومراكز الشباب والمسارح كل الحاجات دي كلها يبقى فيها اعفاءات واعفاء جزئي لانه لها بعض نفسي مهم جدا طبعا لما حتى كلمنا مع الناس كانت الاول الناس بتقولنا يعني مصرح تديني فيه جزء انا محتاج ان انا العلاج ومحتاج يبقى فيه معاش عشان انا شخص لا باخد معاش من الدولة وللأسف ما عنديش شغل فابتدت الدولة توفر من خلال القانون انه يبقى برضو فيه معاش لانه تعليتوا سقف الطموحات بعد جلسات الحر المجتمعي يمكن احنا عاهدنا دايما لتنسيقية شباب الحزاب والسياسيين اللي هم نبض الشارع التواصل حقيقي على الارض بيشوفوا الشارع في احتياج لإيه ويبتدوا لهم يترجموا ده في مشورية القوانين دا حي فانتوا عليتوا سقف الطموح عند الناس من رعاية صحية ايوه ومالية واقتصادية لطرفية وتقافية انا عايز اقول لحاية كمان يا اساز احمد انه كان فيه حاجة لما كنا منتكلم فيها مع الناس كنا منتكلم على موضوع الجزء بتاع المراكز الشباب وازاي بقى فيه برضو اعفاءات فيه الاشتراكات وابتدنا نتكلم عن موضوع القندية ولما رحنا اكتر من نادي وكلمنا مع رؤساء مجلس قدارة النادي قالك لما يجينا قانون هنبتدي نشتغل وندي موضوع الاعفاءات ما عندناش اي مشكلة بالعكس دا كمان فيه اكتر من كده لما نزلنا لأكتر من دور مسنين احنا من قبل فكرة القانون كنا بننزل الجلسات والزيارات التفقدية اللي احنا بنعملها داخل دور الرعاية الصحية بالنسبة للسادة المسنين الغريمات لكل الدرات اللي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي فكنا بنشوف يعني اكتر كلمة كانت بتأثر فينا جدا لما حد من سادة كبار السن يقول لنا عشان خطرنا حننوا قلوب ولادنا علينا حطينا مادة مهمة جدا مادة العقبات ان ازاي الناس تقدر تتعامل مع السادة كبار السن وقلنا ان الموضوع مش عايزينه كلام وده حتى الكيادة السياسية دايما بتتكلم على ملف ده ملف التوعوي ان الناس ازاي تقدر تتعامل مع السادة كبار السن فلو ما اخناش ان احنا يبقى فيه مادة في القانون ازاي من طالب وهو في المدرسة وهو في الجامعة ازاي يقدر يتعامل مع السادة كبار السن هو ده الاهمية في القانون واللي اكتر من ده لما كنا بنسمع كلام السادة كبار السن بيقولك انا كنت بروح مصلحة حكومية وبتعامل معاملة وحشة قوي ولما كنت بروح اي بنك اقول انا اقف بالطبور بالساعة والساعتين والتلاتة كمان عشان اقدر اخلص خدمة ما يبقاش الموضوع متوقف على ضمير اللي قدامه مثلا ان هو يعديه علشان هو اكبر منه سنا لا هيكون بشكل قانوني اه ما بقاناش نعمل قصة يعني الضمير طبعا مهم ودي حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليها لكن في شئ الزئ الدولة كمان لازم تحاسب الشخص المهمل والمكسر في حق التعامل مع السادة الكبار السن من ناحية ان احنا خصصنا رقم الرقم دوت زي رقم الشكاوي ورقم الشكاوي ده ده حاجة مهمة جدا ودي حاجة يعني فعلا تحسب للقانون انه لان اقول اقدر الله تعاملت معاملة سيئة في اي مكان بمجرد لما انا بشتكي فعلا لازم يحصل في الحال حلل المشكلة دي الاهمية مش في القانون فقط لغير الاهمية في تنفيزه على ارض الواقع يعني انا عملت رقم ودربت حد من الجهاز في الحكومة الجهاز الإداري للدولة ازاي اقدروا يتعاملوا مع السادة الكبار السن انا بكلم على اقليات التنفيز والرقاب دي مهمة جدا يعني لو احنا وده دورنا احنا كنواب في البرلمان ان انا مش اطلعنا قانون وسبناه لا ننزل نشوف احنا الدورات التدريبية اللي احنا اتفقنا عليها ومكتوبة في القانون ان ازاي اقدروا يتعاملوا مع السادة الكبار السن دا داخل المؤسسات الرعاية الاجتماعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية وجهاز الإداري للدولة انا دلوقتي رحت اتعاملت مع وزارة الصحة او وزارة التضامن الاجتماعي الوزارات الخدمية وتعاملت مع الموظف اللي قعد معاملة للأسف لا طريق بكبار السن يعني دلوقتي عاشتك ايه ازاي او اتكلم ايه لا دلوقتي بقت فيه رقابة على الموضوع زي دود او ما ينزل اللحة تنفيزها للقانون الاهم برضو من ده كله لما بطدينا نتكلم على يعني ايه تعريف المسن المسن ده هيبدأ من سن كامل احنا حددنا في القانون انه هيبدأ من سن 65 وفرقنا بين حاجتين بين المسن والمسن الاولى بالرعاية المسن والمسن الاولى بالرعاية هي الفكر كله انه هيطلع بطاقة ليه السادة المسنين وده ما عنا ندرس اقولنا ده ما احنا كفيانا بطاقات وليه نعمل بطاقة جديدة فلما عنا ندرس في اللاجنة الفترة اللي فاتت الموضوع ده قلنا الموظف اللي قاعد هو لما هيشوف بطاقة السيدة كبار السن هيقول إيه؟ لسه هيقعد يحسب على الكالكليتر أن الشخص ده تعدى 65 ولا لأ خلاص هي بطاقة بلون معين خلاص يبقى هياخد الخدمات اللي موجودة واللي أكتر من دوكونا متنمين بيه فقط سن 65 أنا برضو يهمني أعرف إزاي هيتم التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة والعجز دول بيدرجوا تحت هذا القلوب يتم يدرسهم؟ طبعا ده أنا عايز أقول له حقيقة ما هو ده المسن الأولى بالرعاية والمسن الأولى بالرعاية كنا بنتكلم على هي فكرة دولة إحنا مش عايزين نودي الناس لدار المسنين عايزين يبقى فيه الرعاية الكاملة بتبقى من خلال المنزل هل ممكن مثلا يتم توفير ناس تساعد جوه المنازل ويكونوا مدربين ومؤهلين من قبل وزارة التضامن لأنه ده بيكون مشكلة بالناس بالناس كتير جدا جدا بتواجهها ومشكلة أكتر أنهم ممكن يلجأوا لحد غير مختصب ده وغير مدرب على ده إحنا فيه حاجة مهمة جدا في القانون حاجة اسمها رفيق المسن رفيق المسن ده وزارة التضامن بتضرب الشباب اللي هيبقى متواجدين في الملف ده يعني لما تنقلتنا الصورة يعني حاجة فعلا محترمة جدا والهدف منه أنه هو يبقى بيراعي السيدة كبار السن رعاية كاملة طيب افرد حضرتك دلوقتي لا أم مش عايز يبقى الرعاية داخل المنزل ومش معايا المبلغ متوفر عشان يقدر يروح دار من الدارات الدولة يعني كان زمان أي حد عايز ينشئ دار يعني بيدفع مصاريف كبيرة جدا عشان خاطر يقدر ينشئ الكيان ده دلوقتي الدولة يعني عفته من الدرايب فيقدر من حقه أنه هو يفتح احنا عندنا حوالي 169 دار على مستوى محافظات مصر في منهم لما نزلنا حاجات بنقول للوزارة التضامن وده التعاون المثمر ما بين تنسيقية شباب الأعزاب والسياسين ووزارة التضامن الابتماعي أنه يبقى فيه فكرة تعملية التكامل لما احنا ننزل ونرائب ونشوف دورنا احنا كنواب عن التنسيقية ونبلغ وزارة التضامن اللي حضرتك عندك مميزات في الدار واحد اتنين ثلاثة ونوجه جواب شكر الناس بتحس أنه إذا دحنا الناس قدرتنا ولما برضو النحية التانية لما نلاقي فيه قسور ويبقى فيه إهمال مع السيدة الكبار المسنين اللي هي الدوقات الرضيعة اللي أخدها القانون في هذا الصدد في مسألة الإهمال مع كبار السنة داخل دور الرعاية الحبس والغرامات الحالان دي اللي احنا بنقشها في المواد بتاعة العقوبات ودي عايزة أقول لحضرتك بتوصل ليه طبعا غلق الدار مع الحبس مع دفع غرامة من كبر الدار ومش بس كده بس أنا عايزة أقول لحضرتك أن دلوقتي أن وزارة التضامن وده اللي احنا بنقول لهم فعلا ده حاجة محترمة أنه ما بتقولش لأ أنا عندي كل حاجة كويس لا لا إزاي وتبتدي تقول إليه بتقول على السلبيات لا بالعكس أنت فعلا رأساته سلبية موجودة احنا نبتدي نزاي نوجه حلول وحل المشاكل دي اللي عايزة أوضحه في كسة دار المسنين أن فعلا بيبقى فيه مشاكل متواجدة ومدي مشاكل النفسية فابتدينا نتكلم عن أن يبقى فعلا فيه مواد أن المواد دي تدرس ليه الناس اللي موجودة مسؤولين عن الدار زي يقدر يتعامل معاه عشان يقدر يخرجوا من الحالة النفسية اللي هو متواجد فيها طب هل الدور قاصر يعني عذرا على المقاطر اسمه على النائب أحمد فتحي لكن هل الدور قاصر على التأهيل النفسي للمسن داخل الدار فقط ولا أيضا نحن بنتكلم النهاردة عندنا تحول رقمي فيه تحول تكنولوجي رفع الثقافة الخاصة بها التحول الرقمي لدى كبار السن يعني عشان برضو ما يبقاش إحنا رايحين الاتجاه وهو اتجاه عالمي والكل بيتاجه لهذا الاتجاه وفيه شريحة جبيرة وممكن تقع مني ما بتعرفش تتعامل مع هذا النوع من الأنواع الخاصة به التواصل والتعامل على الانترنت تحديدا أو التحول الرقمي وصحيح كان فيه حاجتين ردا على الكنام ده هو بالنسبة يعني مثلا دلوقتي حد من السادة كبار السن طالع معاش وخلاص يعني كل اللي بيعمل ايه ان بيبقى فيه حفلة تكريم وحضرتك توحشنا جدا وانت ووصل مع حضرتك والصورة زي ما حاك قلت وخلاص لا ده قبلها بخمس سنين بيبقى فيه تدريبات وزارة التضامن الاجتماعي هتشتغل عليها مع حاجتين مع احنا قلنا الحكومية والغير حكومية ودية اللي هتنزل حضرتك زي ما انت بتقول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عشان تبقى الناس كلها عندها التوعية الكاملة والثقافة الكاملة ان هو ازاي يقدر يتعامل مع السادة كبار المسلم اللي خلاص هيكبره على عملية التقاعد وعملية التقاعد احنا ما سيبنهاش احنا قلنا لا احنا تعالوا جماعا نفكر في فكرة احنا عندنا مشاركة سياسية محترمة جدا من قبل السادة كبار السن على مدار السنوات اللي فاتت تقول اكتر الناس بتشارك سياسيا في انتخابات رئاسة انتخابات محليات نواب شيوخ كل الانتخابات كانت نسبة المشاركة كبيرة جدا لا انه طبعا جدا يعني خبرات كبيرة جدا جدا ما نقدرش ان احنا يعني نستغنى عنها مش بس سياسيا كمان يمكن في المجال المهني والعملي هل فيه بند مال الاستفادة من خبراتهم بعد كده طبعا هو ده البند الرئيسي اللي كنت بكمل حقيق عليه ان الموضوع كمشاركة سياسية مش مشاركة سياسية فقط هو شخص ما شاء الله خدم الدولة على مدار 65 سنة فالخبرات اللي عنده دي كلها لازم ينقلها لكيانات سياسية سواء كعزاب كتنسكية شباب العزاب والسياسيين من مختلف الايدولوجيات احنا مهتمين بدا هل الجانب السياسي فقط لغير لا طبعا السيدة الكبار السن احنا يعني بنطمح دايما بنقوف في المزيد فعملين دلوقتي نفكر في عملية طب ازاي يبقى فيه داتا بيس الداتا بيس دي نقدر نجمح قاعدة البيانات وقاعدة البيانات نبقى عارفين كل واحد هو خبرته متواجدة فين فابتدت الناس وحنا في الاندية يقولوننا طب زي ما فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل عام لزاوي الاعاقة طب يا ريت يبقى فيه عام وخاصة وزي ما السنة دي عام للمجتمع المدني يبقى فيه عام لكبار السن فبندرس حاليا في لجنة التضامن الاجتماعي وفي تنسكية شباب الاعزاب والسياسيين انه لما نبعت له مؤسسة الرئاسة ونقول ان يبقى فيه عام لسادة كبار المسنين وده الهدف منه ان احنا عندنا ناس ما شاء الله فعلا خبراتهم سواء جوة مصر او في المصرين في الخارج لا علماءنا الهدف للمنظومة دي اللي هو اعادة ادراجهم علشان اعادة السيافات الخاصة بيهم تحديدا السياسية انا عايز دلوقتي عندنا مشكلة ادارية في حاجة معينة او في شركة معينة مين الشخص اللي يقدر يحل ده عندنا حاجة في الدولة برضو مشكلة ما في جهة ما عندها مشكلة مين اللي هيقدر يحل ده الخبرات عايز اقول له حياك احنا بنفتقد الخبرات ونفتقد قواعد البيانات قواعد البيانات لما نبقى عارفين الخبرات موجودة لكن احنا بنهدرها بسبب عدم موجود سيستم يعني خلاص مش موجودة بالنسبق مش شايفينها طب عشان نقدر نشوفها لازم يبقى فيه قاعد البيانات تقدر نتواصل مع الناس عايز ارجع لنقطة مهمة جدا هي قصة طب الدولة هتجيب فلوس منين يعني انت دلوقتي حاجة بتقول لي ان المسنة الاولى بالرعاية هيبقى عنده معاش المسنة الاولى بالرعاية هيبقى عنده تأمين صحي شامل المسنة الاولى بالرعاية هيخش دار من الدارات اللي موجودة تحت مزالة التضامن الاجتماعي فكل ده محتاج مصاليف الصندوق اللي وزارة التضامن الاجتماعي سأتعروح لك في حالة دور السندوق ده يبقى لانتو القانون ألزم مزارة التضامن الاجتماع بإنشاء صندوق لرعاية المسنين دور السندوق إيه وإيه الفرق ما بين قانون المعاشات والتأمينات وقانون حماية حول المسنين بسعك إحنا دي كلمة مهمة أول ما كنا بننزل في أي مكان كانت أول حاجة مع الصحة كان الناس تقول لنا إيه المعاش كامل هترفعونا المعاشات لموقع كامل فيه فرق كبير جدا بين القانون 148 التأمينات والمعاشات والقانون حقوق المسنين القانون حقوق المسنين مش بيعالج فكرة المعاشات لغير المسنين الأولى بالرعاية واللي هم ما عندهمش معاش من الدولة فساعتها الدولة تقدر تقوله إحنا هندي لك المعاش لكن قصة زيادة المعاشات إحنا بدايما بنفصل ما بين القانون ده والقانون ده وقولنا هنعمل جلسات حوار مجتمع عشان فعلا فيه ناس كتيرة مستائة جدا من فكرة القانون 148 ويقول لك لا مش بيحقق لنا الغرض المطلوب كلمنا مع طبعا هيئة تأمينات والمعاشات وهننزل تاني جلسات حوار وهم ما عندهمش أي مشكلة هننزل تاني جلسات حوار مجتمعي بس لازم أوضح للمشاهد أن قانون الحوار المسنين مالوش علاقة بقانون تأمينات والمعاشات بس أرجع للنقطة اللي حاكت بتصورها السندوق السندوق لا أي صندوق لازم يبقى ليه موارد هيجيبها منين فقلنا لما هنيجي نحمل التكلفة نحملها على حاجات معانا يعني وحد موضوع رخصة السلاح هيبقى فيها تكلفة حد داخل السينمات المصارح أي مكان يفتر فيه هيبقى فيها تكلفة خمسة جنيه على التذكر وده بيجمع مبلغ محترم للسندوق دي يقدر السندوق من خلاله والمدارس الانترناشنال مثلا حد بيرخص أي مدارس انترناشنال هتيجي فيها تكلفة والتكلفة دي كلها لما تروح للسندوق هيقدر السندوق يصرف على أي حاجة تخص المصنة الأولى سهنا أنا أخذ الزيادة دي من العملية سواء كانت تذكرة السينما أو غيرها من القائم على تنظيم يعني دار السينما نفسها مش من المواطن نوضح بيلي أن برضو السادة المواطنية عارف أنت الناس اللي بتترصد هنا مش هنزود تذكرة السينما لكن هو فكرة اللي بيقدم هذه الخدمة هيبقى عندي ضريبة صغيرة خاصة بدأ هتروح لأصحاب الكون المسنين لو مسألة استخدام الدرايب في مكانها الصحيح يمكن دي شيء ما كناش بنشوفه قبل كده إنه يكون في درايب لكن بتوصل للمستحقين وتوصل للأولى بالرعاية طبعا أنا كمان عايزة أكمل نقطة مهمة وهرجع ليه أنا قلتها في الأول بس كانت قصة تنفيذ القانون والله ممكن الناس دورية تقول لنا إيه يا دا دا يعني فيها حاجات كويسة بس قصة الصحة لما هروح للتأمين الصحي مش هيعمل لي حاجة لما هروح للمسرح أو هروح لتذكرة المترو أو لمواصلات للأسف وده دي مشكلة كبيرة وتنقشنا فيها مع وزارة التضمن الاجتماعي إن لازم نكون في مصدقية ومش نحن جبنا 22 وزارة عشان هو القانون ده بيخص 22 وزارة لو نتكلم عن تخفيضات فلازم وزارة الطيران تقول لنا أنا أقدر أخفض بالنسبة كان في الطيران نفس النظام للنقل نفس النظام للوزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب والأندية فلما اتناقشنا مع الوزارات المختلفة في مشروع القانون عايز أقول لها حاجة كل واحد من جواه لا أنا عايز أديه عشان ده تكريم محترم للسيدة الكبار المسنين اللي احنا نقول لهم فعلا إحنا الدولة وقفة في طهركم ومش كلاما والحتة دي مهمة أن لازم الحكومة اللي احنا عادنا معاها توصل لبيينفزه القانون أن فعلا فيه تخفيضات فعلا فيه لازم يبقى فيه تعامل محترم لازم يبقى فيه دور الرقابي اللي احنا بنعمله عشان خاطر الناس تقول موضوع مش كلام فقط لغير لما يخشوا هيئة التأمينات ومعشات دي مهمة جدا أن الوزارة عملت توصيل المعاشر رغم أن احنا بنتكلم في التحول الرقمي بس ما زال هناك بعض الناس في بعض المحافظات لسه ما وصل لهمش في فكرة القصة التحول الرقمي وتعامل إزاي في القصة زي دي فعملوا توصيل بنسبة 1% من المعاش يقدر يوصلوا له المعاش لحد البيت فكل الحاجات دي الغرض منها اللي احنا عايزين نقول أن الدولة مشرية ووقفة زي ما وقفت في ظاهر المرأة وفي ظاهر الشباب وفي زاوية الأعاقة لا كمان إحنا لا يوجد إهمال للمسلمين بالعكس ما يقرب من سبعة مليون سن فده اللي احنا بنحققه من خلال طب أنا أخيرا يمكن حدك أشارت لفكرة أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن على أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني زي القانون ده هيعزز من دور المجتمع المدني أيضا كي يكون شريك مع الدولة ممثلة في التضامن الاجتماعي لخدمة حقوق المسلمين هزول حضرتك أنا سعيد جدا أن نبارح كنا من ناقش مد فترة توفيق الأوضاع في الجلسة العامة وخذنا الموافقة أن ناخد سنة كمان كاملة ستة شهور في ستة شهور وده الغرض منه أن احنا عفانا عندنا جمعيات أهلية لما الكتاب السياسية قالت فعلا أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني ده إشارة أن أهمية المجتمع المدني في مصر جمعيات أهلية ومؤسسات شغلة في كل الملفات أتكلم عن ملف حقوق المسنين أن دلوقتي زي ما كنت بحكي قصة أن حد يقدر يفتح أكتر من دار عشان خاطر يعمل رعاية كاملة للسادة المسنين لما يتكلم على موضوع أن فيه أندية تبعة لأكتر من دار الأندية دي تشكلها عامل إزاي وهل بتحقق اللي أنا أبقى مرتاح وأنا قاعد في النادي ده ولا لأ ولا للأسف يعني هو مسمى نادي وهو جواه حاجة يعني لا طاليك بالسادة كبارة بالمسنين فكل ده بجمعيات ومؤسسات الأهلية لها دور كبير في نجاح موضوع عملية القانون عشان هم دولة اللي بينفزوا جزء كبير منه ودورنا إحنا الرقابة يعني لو أنا بشوف زي ما كنا بنحكي أن في مشاكل في الدار لا إحنا لو نتكلم على عام 2022 دي فرصة ذهبية لكل المجتمع المدني كل واحد يبرز دوره كل واحد يقول هو بيقدم إيه وبيعمل إيه مش في ملف حتى كبار المسنين فقط لغير ده في كل الملفات نحن نتكلم على أي ملف بيهمه كل مواطن مصري يعني نلاقي جماعية مؤسسة أهلية شخصة نستطيع أن نقول إحنا أمام مشروع متكامل لحقوق المسنين في مصر سواء كانت حقوق اقتصادية حقوق اجتماعية ثقافية ترفيهية وأيضا معاشات يعني لأصحاب أو للمعنيين بهذا عشان بيستهدفهم أيضا لتوفير حياة كريمة لكل مصرين معالي نائب أحمد فتحي عضو تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب نشكر حيث أن نعلن بك في صفحات كريمة شكرا لحضراتكم مشاهدينا دلوقتي نتسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعد نكمل فقراتنا نخليكوا دايما مستنين شكرا للمشاهدة